طبعا كانت ده زي ما حراكم شايفين البيانة على الشاشة كان أهم خطوة طبعا هي اقتراح تطوير منظومة التحكيم على قصة احترافية متكاملة واقتراح استقدام خوارات تحكيم بالاتحاد الدولي للكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير عشان يكون فيه إلقاء محاضرات ومعايشة في الفترات طويلة مع التحكيم المصري للارتقاء بهم ده كابتن هيسم وكأن النادي الآلي وهو بيصدر البيان كان على الجانب الآخر لجنة التحكيم مقتنعة بدا تماما وبتتكلم عن فكرة أن فيه خطة لتطوير أداية تحكيم المصري إذن الحالة واضحة للجميع حتى للجنة التحكيم لكن عندنا نقاط أخرى يعني النقطة دي خلينا نقطة نقطة يعني نقطة دي استفادة لكل يعني لما ارتقب مستوى التحكيم مرتقب كل واحد ياخد حقه ولما بنجيب مديرين فنيين أجانب للمنتخب وبنجيب مديرين أجانب في المجالات المختلفة أو حتى الرياضات الأخرى المختلفة بنستعين بهم عشان خبراتهم مش عيب أننا أستعين بخبرات مدربين كبار أو حكام كبار اللي هم أساميهم على مستوى العالم ينقلوا خبراتهم للحكام المصريين هنا الناد الأهلي بيحط أحد نقاطها المهمة إزاي يطور هذه المنظومة وده كانت أول نقطة يمكن أشار إليها البيان وهنشوف تباعا مع بعض وحنا بتصارد بقية المشاهدين بقية البيان فترة